السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع في قناة الحبيب أموي بمقدمتها المعتادة دائما كالعادة فيديو جديد وصفة جديدة أو موضوع جديد اليوم سنتكلم عن واحد نوع من الخضر اللي هو معروف ومحبوب عن جميع الناس وما يمكنش ما يكونش في كل بيت ضروري أنه يكون في كل بيت هاد النوع دي الخضر وهو الطماطم أو البنادورة أو التومات أو التوماتش كل واحد كي يعطاه اسم على حسب البلد وعلى حسب المدينة اللي هو فيها والطماطم معروفة بالفوائد الصحية ديالها والقيمة الغذائية العالية ديال الطماطم لكن الشيء اللي ما معروف شو اللي جيت اليوم باش نتكلم عليه هو الوجه الغير الصحي للطماطم كنتمنى كم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر لأنه هاد الوجه الغير الصحي اللي ما كان عرفوه ش حنا بزاف الناس ما كيعرفوش كان بغيكم تعرفوه معايا لأنه مهم باش نعرفوه باش نتفذاوا هاد الوجه الغير الصحي للطماطم كتحتوي الطماطم على لوحة نسبة جيدة ونسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والكاربوهيدرات والبروتينات والأملاح المعدينية والمواد دهنية والألوان الطبيعية والسليلوز وكثير من الأشياء المهمة والمفيدة للجسم دينا وهاد القيمة الغدائية الجيدة العالية اللي ذكرت مع الأسف كتنقص من الطماطم الوقت اللي كنطيبوها كنديروها صوص كنديروها في الأطباق دينا كيف ما كانت اللي كتدخل النار أو كنشويوها أو كيف ما درنا أنها كتنقص الوقت اللي كنطيبوها كتنقص هاد الجودة العالية وهاد القيمة الغدائية العالية ديال الطماطم لهذا أننا نأكل طماطم بدون طهي من الأحسن نكلوها في الصلاة دينا نكلوها في كعصير كنشربوها كعصير يعني بزاف طرق بدون من طهيوها ومن فوائد الطماطم أنها كتنقي البشرة وكتساعد على تأخير ظهور التجاعيد عند تقدم العمر وكتعطي البشرة وحد الرطوبة والنعومة وكتعطيها وحد النظارة وكتلعب دور كبير في تقليل فرص الإجهاد وذلك حسب الدراسات العلمية التي أجريت مؤخرا وكتقوي العظام وكتجدد الخلايا ديال العظام وكتبعدنا على الهشاشة ديال العظام وذلك ناتج على النسبة الكثيرة اللي كتحتويها ديال الكالسيوم والفوسفور والفيتامين سي والطماطم هي كملين طبيعي للمعدة والأمعاء لأنها كتحتوي على واحد النسبة عالية ديال الألياف وديال الماء اللي كيخليونا ما نصابوش بالإمساك أو بالقبض كيف ما كنسميهم والطماطم كتعزز وكتزيد في المناعة ديال الجسم لأنها كتحتوي على مضادات الأكسادة واللي كتكون في اللايكوبين والموجود بشكل مركز في قشرة الطماطم هذا اللايكوبين واللي كيكون علش ما تشاء أنها من الأفضل أننا نديرها في الصلاة بالقشور ديالها لأن هذا المضاد ديال الأكسادة هذا اللايكوبين كيكون بالأخص في ديك القشرة الفقانية ديال الطماطم وهذا اللايكوبين هو اللي كيعطينا ديك اللون الأحمر الجميل ديال الطماطم وهذا اللايكوبين زائد الفيتامينات الكتيرة اللي ذكرنا والأملاح والمعادن خلوهد الطماطم لها قدرة على مكافحة عديد من السرطانات مثل سرطان الجهاز الهضمي وسرطان الرئتين والبروستات وعديد من السرطانات وكذلك تعزز صحة جهاز الدوران يعني ومفيدة لمرض السكري وصحة القلب والشعرائيين وكذلك نزول مستوى الكوليسترول وكذلك خسارة الوزن كيفاش كتكون مهمة في تخفيض الوزن أو في تنزيل الوزن أننا كندخلوها في الوجبات الغدائية اليومية ديالنا وكتعمر لنا البطن ديالنا أننا كنشبعه في ساع وما كيدفش لنا الجسم ديالنا السعرات الحرارية أو للدهون لأنها تعتبر عالية الألياف والماء وقليلة السعرات الحرارية وبهذا ستكون غداء وكالأمثل في حميات نزول الوزن ورغم أن تناول الطماطم يعتبر صحيا ومفيدا لكن هناك وجه غير صحي للطماطم والوجه الغير صحي للطماطم فين كيكون كيكون في أوراق ديال الطماطم في ديك الوردة ديال مطيشة ديال الطماطم اللي كتكون فيها وكذلك في مطيشة الخضرة مطيشة إلا كانت خضرة مازال ما ناجاش أو الطماطم إلا كانت خضرة مازال ما ناجاش ما خاصناش ناكلوها وما نعطوهاش لوليدات ديالنا ياكلوها مطيشة أو الطماطم كتكال وهي ناجة حمراء الوقت اللي تبغي تخرجي سيدتي للسوق ما تاخديش مطيشة الخضرة أو الطماطم الخضرة لأنها كتكون غير صحية أما الأوراق ديال الطماطم فهي سم قاتل لأنها كتحمل واحد المادة سامة كتسمى السولانين هاد المادة كتفرزها الطماطم هي اللي كتفرز هاد المادة في الأوراق ديال الطماطم وديك الورايدة اللي كتكون عندنا الفوق حتى هي كتكون فيها هاد المادة ديال السولانين هاد المادة ديال السولانين كتفرزها الطماطم باش كتدافع على نفسها باش إلا كانت هالحشرات ولا هدا ما كتقدرش تقرب لها كتموت لهذا سيدتي كان نصحك يعني الورقة الورقة ديال الطماطم ما كيتكالوش وما تدريهمش في الطبخ ديالك ونحاول نزول ديك الوردة الفقنية اللي كتكون في الطماطم ما تدارش في الطياب ديالنا نهائيا والأوراق إلا جتنا ما طيشها بدوك الوريقات ديالها وبدك شي كنحيدهم وكنزولهم وما كنطيبهمش لأنهم سامين كيف ما قلت لك كي يحملوا واحد المادة سامة وهي السولانين اللي كتفرزها الطماطم وكن نصحك سيدتي الوقت اللي تخرجي للسوق وكتجي بالطماطم نختار الطماطم اللي هي حمرة أما الطماطم الخضراء رام منوع تاكلها ولو جبتها خضراء وخليتها حتى كتولي حمرة وكتنضج ما تخليش الوليدات يقربوا لها وما تحاوليش طيبها ولكن تكتنقي في الطماطم ولقيتش شي طرف أخضر في الطماطم زولي حي دي يعني لأنه سام والأكتر الأكتر اللي كيعطي السم بزاف وكيكون تموم في الخضر وهي البطاطة إلا كانت خضراء حداري حداري من البطاطة الخضراء لأنها سم قاتل ورغم كل فوائد الصحية والمزايا واللي ذكرنا ديال الطماطم كيقولك لا إفراطة ولا تفريط ما نكتروش من الأكل ديالها لأنها ستقدر تسبب لنا في الإسهال تدلينا الحموضة في المعيدة وأنها كتشفوك تدير تضخم البروستات يعني فيها بعض الحويج يعني لكترنا منها أنهم خيبين للصحة ديالنا والجسم ديالنا لهذا سيدتي كنقولك حذاري حذاري من طماطم الخضراء وحذاري من أوراق الطماطم لأنها سامة وكيف ما قلنا كتحمل واحد المادة ديال السم كيماوية كتسمى لسولانين وهذه المادة هذي كتكون حتى في البطاطس الخضراء بعد الخطرات كتنشريو البطاطا وكتنلقوها خضراء من الواحد الجنب هذي كحت هي كتحمل المادة السامة ديال لسولانين كنصحكم باش ما تاخدوهاش ما تشريوهاش وما تاكلوهاش كنتمنى هذي الفيديو يتبرتاجه على نطاق واسع باش تعمل فائدة على الجميع وتكون معلومة يعرفوها بزفة الناس وبالأخص ربات البيوت والوليدات ديالنا وما تنسونيش من الاشتراكات ديالكم ومن الدعم ديالكم واللايكات ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة